أو كين واحد في يده كلش هو الله سبحانه وتعالى على ما نتصلش به هو اللي هو على ما نتصله بالبشر مدام ربي هو في يده كلش يونس عليه السلام ذنون يونس بالمتة لما بلعوا الحوت بلعوا وش دار والله ما فكر دقيقة دقيقة واحدة ما فكرهاش وش دار قال كين واحد يحكم فيي أنا ويحكم في الحوت والمحرم تاعه والدنيا كامل تاعه شكون هو الله يدنه وش دار عملت يصال مع الله مباشرة شوف انت تروح احيانا الادارة تمشي الادارة ويعكسوها لك قال الميلف هذا خصاته هادي وروح جيب منها وروح منها ورايح جاي منها يجيك واحد يقول قاسل نشوف اسمع هنا عرف واحد على بالك يتصل بهم يفريه لك تتصل بالتليفون يقول لهم اسمع هذك فلان فلان قضي له الصالحة وتقول انت ماشي هذا كفلان يعرف كلش وعلى باله والناس كامل تخاف منه وعنده سلطة كبيرة وتتصل بها او كين واحد في يده كلش هو الله سبحانه وتعالى على ما انتصلش بها هو اللي هو على روح انتصل بالبشر مادام ربي هو في يده كلش في يده كلش اذن اتصل بها والله يجيب لك الدنيا في بنيتك لانك لانه هو الذي يمنك وكل شي وربي كي ضيق عليك يستنى منك ردة الفعل تصلت بيه ولا تصلت بغيره كي ضيق عليك ربي يستنى منك يحب يسمع صوتك يحب يسمع كلمة يا رب يا رب يحب يسمعها على هديك ضيق عليك شوية او مو يكر هكش وموش حاب يعذبك ما دارلك شقدر بشي عذبك دارلك هكذا ضيق عليك باش يسمع كلمة يا رب او حاب يسمع صوتك ذنون يونس عليه السلام الذهب مغاضي بنفضلنا ان لا نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت لانه يا ربي وما كان حتى واحد يتحكم في المحر وما كان حتى واحد يتحكم في الحوت فعرف الحوت هذا شحل في طول تاعه ثلاثين مترا ثلاثين مترا يعني يونس كيب العدر وكل لقمة فالتقبه الحوت وش دار يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضائمين هذلك كلمة عبقش يسموها يسموها كلمة الاصلاح مع الله اصلاح العلاقة مع الله قال يا ربي اني كنت غالب واصلح لي علاقتي معك ربي سبحانه وتعالى مباشرة اعطلوا الاستجابة فاستجبنا له فكشفنا ما به من غير الان شوف ربي كيف يشكشف على باك وش عمله الحوت هذك ولا عبارة عن غواصة تنقل يونس عليه السلام الى شاطع هيى الله عز وجل له شجرة من يقطين حقلوا ربي سبحانه وتعالى مكان وش يأكل وش يستروحه في الشاطع قال للحوت هذك هذك الحوت الان احنا بالنسبة الى نا لو كان نروح نصوره في ناط جيوغرافي وش يسميوها حيوان مفترس ولا لا ربي قالنا ما وش حيان مفترس كي تتصل بيا هذك الحيان المفترس سنرجحه لك وسيلة نقل ينقلك نقلوا ربي عز وجل الى الشاطع اذا انت لما تكون في كربة من الكروبات لما تكون عايش في كربة من الكروبات لازم تتصل بالله اتصل به او لو كان ما يعطيكش الاذن هو بش تحبس ما تحبسش والله ونفتحه راسك وندخلو لك القرآن دخلو الله ما تحبس لازم تتصل بالله انا نقول لك ما كانش طريق الا بالاتصال بالله